أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن فكرة عمل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن نبعث من اللقاء المهم الذي جمع القيادات السياسية للبلدان الثلاث في شهر رمضان الماضي وخلال حوار مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة نوها مدبولي إلى ما تمت مناقشته بشأن الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله مؤكداً امتلك مصر احتياطي استراتيجي من كل السلع الرئيسية وفقاً للتوجيهات الرئاسية لافتاً إلى نجاح الحكومة في توفير مختلف السلع للمواطنين المصريين دون أن يشعر المواطن بأي نقص في السلع مع مراعاة البعد الاجتماعي المتعلق بزيادة الأسعار